السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابنا اخواتنا اصحابنا مرحبا بكم اليوم باذن الله رح نعطي لكم واحدة الظاهرة يعني بالنسبة لي انا غريبة وغريبة جدا هذا الظاهرة تتمثل في حصولي على اصغر واغرب بيضة شفتها في حياتي بالنسبة للكاناري كيما راكم تشاهدوا هنا هذا بيضة كاناري طفرة وهذا بيضة كاناري طفرة بيضة الحسون وهذه اصغر بيضة تحصلت عليها في العش الثالث بالنسبة لطائر كاناري يعني في حياتي ما شفت بيضة بهذا الحجم وهذا اللون شوفوا اخوتي شوفوا يعني صغيرة قل من حبة تحال الحمص شوفوا الفرق بين البيض تحال الطفرة كاناري طفرة هذي الاولى والثانية وهذا البيضة تحال الكاناري العادي وهذه بيضة تحال الحسون تحال الحسون وهذه اصخر بيضة اللي قلت لكم عليها شوفوا سبحان الله برق نروحوا نشوفوا الدليل اعلى شجرة البيضة كما هذه خوتي شوفوا الدليل العلمي وش يقول اسمعوا ملاح هذا العنقود تحال البيض كيفاش روم تكون حبي يقول الانثى خلال الاعشاش الاولى والثانية والثالثة تبدأ تحطي البيض تحالها كيفاش نحصلوا على اصغر بيضة هي اخر بيضة اللي قتلها في العنقود ولا اواخر البيض اللي يكون مازال في العنقود هي لي تخر هذه البيضة كيفاش تتكون هذا الموضوع دلت لكم من قبل لذلك نحط لكم الرابط تعال الفيديو هذا صفر البيض كيفاش يخرج من العنقود ديفون شوفوا نقطة حمرة بصفر طاعة البيضة نحسبوها ملقحة هي للا صفر طاعة البيض كي يخرج من العنقود تتمزق هذا الأغشية هذه والأوعية الدموية وتشكل نقطة حمرة شوفوا ملع هذا هو الدليل العلمي والقاطع على النقطة الحمرة الموجودة بالبيض وهذا العنقود وهذا العنقود شوفوا الآلاف تاع البيضات الصغار اللي يكونوا بالعنقود اللي توجد هي اللي تحبط وهذا دليل آخر أنه لازم كل تلقيحة من الضاكر ولا كل كبسة من الضاكر تلقح بيضة واحدة شوفوا هذا المسار تاع البيضة كيفاش تتكون حبي يقول البيض باش يكون ملقح لازم كل خطره هي كبسة الضاكر الأنثى بعدما تخرج البيضة من العنقود هنا في هذه المرحلة وين تتلقح البيضة ما يشي في العنقود تتلقح خارج العنقود نرجعوا لحكاية البيضة الصغيرة كما شفنا في الفيديو ولا فضرت هذا اللي احتيت لكم سابقا البيض الصغير هذا هو آخر البيض اللي يكون في العنقود وما تلقح والأنثى ما تخليش في البطن تحها يعني تخرجوا أنا عادة نستعمل أو ننتج ثلاثة عشاش منها نحافظ على صحة الطيور الطاعي في المواسم القادمة ويبقى الانتاج على نفس المستوى قلنا تخرج البيضة يخرج البيض الصغير هذا اللي يبقى هالف الحنقود تحها خاصة اللي يدار القشرة كما هذه وذلك نفتحوها ونشوفوه على بالي كي الناس بزاق ما تأمنش بالحكاية هذه تعلبيضة صغيرة هكذا يقولك ما كانش منها رايب بلاستيك وذلك نفتحوها ونشوفوه نفتحوها ونشوفوه واش فيها بسم الله من مفروض تكون فارغة ما فيها والو كي ما ركب تشاهدو خودي يعني عبارة عن قشرة حتى الأح ولا المح ما فيهاش كي ما ركب تشاهدو ما فيها والو الداخل سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذا ارانا نحينا الإشكالية تع البيض الصغير كان في بعض الحالات وين الأنثى تضع البيض الصغير خلال العوش الأول والعوش الثاني هنا إشكالية وحده أخرى هنا الأسباب منها نقص الكالسيوم بجسم الأنثى يعني فيها نقص فادح لازم نقدموا لها كالسيوم 8 غرام في ربعة لطر ماء يوميا ثانيا توفير الأمان والراحة والهدوء وعدم الإزعاج يعني هذه العوامل تأثر على الأنثى وتخليها في استرس أنها يسرى لها ديكالاش في وضع البيض يعني ما تحتش بانتظام كل يوم ولا تحت بيض صغير كما هذا كان عامل واحد آخر وهو التغير المفاجئة في درجة الحرارة يعني تكون سخانة وبعد سيب يتمو فجأة تهبط درجة الحرارة هنا يسرى عند ديكالاش عند الأنثى هذا هو موضوعنا اليوم أخوتي إن شاء الله نكون فيدكم ولو بالقليل طلوا في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته